متوصلين مع حضراتكم وحياتنا وفقراتنا النهاردة فقراتنا التانية هتكون عن تعليم الفنون والحرف اليدوية بيسايدنا تكون ضفتنا من خلال هذا اللقاء أستاذ هوايدا حمزة مدرب حرف يدوية خوص وعرجون أهلا بيك يا أستاذ هوايدا شرفتنا ونورتنا أستاذ هوايدا عايزين بس نعرف بالأول الفرق بين الخوص والعرجون علشان إحنا ساعات بيختلط علينا الأمر بالحاسة إن هما الاتنين حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة الخوص هو قلب النخلة من جوه يعني مثلا الدكر عشان خطر النتاية طبعا بتطرح بلح فبنستعمل القلب بتاع الدكر النخلة فيها دكر وفيها أمار اسمك أعذر زوري جهني الدكر طبعا مش بيجيب بلح النتاية هي اللي بتسمره كده فالخوص اللي هو القلب النخيل لكن العرجون الصباطة اللي بيكون ماسك فيها البلح بعد ما بينزلوها طبعا أسناء الجاني وأسناء الحصاد لا مش الرفيعة بجا بجا بيت تشير منها ناخد بجا الجزع اللي من تحت اللي هي عصاية بتكون طويلة ماسك ده كل مجموعة البلح فهو ده اللي بنستعمله بالنسبة ده للعرجون طب إيه الفرق ابقى في الشغل بين الخوص وبين العرجون وده بيتعمل منه إيه وده يتعمل منه إيه العرجون بالنسبة لي أنا شخصيا شغله حلو هو صعب شوية في الإيد عشان خطر يعني بيبقى قوي بيبقى بس بيعمل منتجات يعني جميلة جدا وبياخدوا وقت طويل مع مثلا اي بيت لو حب يشتري او يعني استلزمات شخصية وحاجات منطبخ او كل حاجات بتاعت البيت فالعرجون بالنسبة لي أنا بيكون افضل لانه لي يعني عمره طويل شوية اما الخوص يعني خفيف اه اه وبعد الفطرة بينشف متابلي هو ده بينشف بس الخوص ممكن يعني الشنطة احسن حاجة مثلا خفيفة ما حركهش كتير مثلا كده يعني لكن العرجون يعني حتى لو وجهت خبط مش عارف ايه طيب احنا عشان نعرى بالصورة للناس ده عرجون ده لا هو العرجون ده العرجون اه 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 فعلا اه بصي ده تحس ان هو قش رفيع مجدون مع بعض بالزبط ده عرجون وده خوص ده الخوص اه عشان بس الناس يعرفوا الفرق ما بينهم مشرف بس الشكل هيبن قوي ده انا الملونة لكن هنا ده السادة بتاعه الاساسي احنا بس عايزة عرفهم الفرق بين الخوص في الشكل ده العرجون وده الخوص ده الفرق في الشكل مش كده اه طيب احنا بقى هنمسك حاجة حاجة فيهم ونقول بتستخدم في ايه دي من الخوص اه دي من الخوص اللي هي قلب النخلة من جواب بالزبط طيب انتي بقى بتجيبيه وبتعملي له ايه بتعالجيه ازاي عشان يوصل للشكل ده بعد ما بيت طبعا بقى بشتريه من المزارع بيتنظف وبيتفصل الابيض لوحده والاخضر لوحده الاخضر عشان خاطر اعمل منه السبغة الالوان دي اللي هي البني اللي احنا شايفينه ده ده باخد منه الاخضر ودي له السبغة يعني الالوان اللي انا عايزها الخوص اللي لونه مخدر شوية ده بتقدر يتلوني بالزبط لكن الفاتح اللي زي ده بيفضل على نفس اللون عشان بيبجى مثلا لو عايز اعمل منه شنطة لو عايز اعمل من الشغل مثلا هو نفس الخام هي الوحديها بيبقي تعمل بيها طب ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل منه اللي الخوص شنط شنط اليد نازلة موضة جدا بالزبط بتاعت البحر ونازلة ترندي جدا البنات وغير البحر برضو تتبصرين الدنيا اوه غير البحر بصمة بياخدوها افضل بيتبقى شكلاء وريان تنسل بيتعمل منه حاجات كتيرة يعني بيتدمج مع الجلد بيتدمج مع الكوريشة يعني بيبجى برضو بيستخدمه حاجات كتيرة مش يعني وهو عامل منه ونحن عمين منه النهاردة منزم ممكن يتحط في الحمام ممكن يتحط في الدولاب اهي زي ما شايفين السور دي شنطة دي شنطة معمولة من الخوص هو ده بعل انا بقولك عليه ده نازل موضة قوي والبنات بيحبوه جدا مع شريط طبعا تزويج هنا في شنطة برضو من الخرز كل دي شنط خوص بالزبط طيب بيتم أشكال في منتهى الجمال دي حضرتك عاملها كلها اه دي بتطريز وعليها برضو جلد والأيد برضو جلد مشدولة برضو من الخوص تديرو شياكة طبعا طيب احافظ عليه ازاي يعني عن شنطة زي دي اخليها فترة طويلة ازاي لان ساعات بتنشف و بتتكسر يعني احاول ما زنجهاش مع الحاجات في الدولاب اه لكن ما خسلهاش ما مجيبش على المياه بتتغسل بتتغسل اه لان الخوص طبعا بيتبلو بينشف و بنشتغل به مبلول و الكلام ده بيتتغسل ساعات مثلا لو احنا ركنتها عندي في الدولاب شوية وعايزة طلعها لان غالبا احنا بنتستخدهم بفصل الصيف اكتر اه لو انا مثلا ركنتها الشتة وعايزة طلعها في الصيف ممكن انا باللهب بمياه اشطفها بحيس ان اه تتشطف بتتشطف بيتغسل عادي بس ما زنجهاش ببقى حاجات عشان بيتتكسر عشان بيتتكسر ومستخدمها بقى في ادوات منزلي زي اللي احنا عاملينها دلوقتي اشكال كتيرة طيب دي برضو خوص ده خوص الدوم يعني ايه بقى خوص الدوم الدوم اللي بناكله طبعا بتاع اسوان برضو الفروع بتحته الفروع بتحته اللي بتطلع برضو بستخدمها اللي بتطلع من طب ايه الفرق يعني الفرق بين حاجة وحاجة دي برضو من الطبيعة دي برضو بيتحرق وبيتريمي بس انا باخده بستفد بيه وبعمل منه منتجات يعني ده ممكن تعمل منه منتجات ماينفعشة منيه من ده مسلا لا لا ده ينفع وده ينفع وده ينفع كله ينفع طيب دي هبار عن ايه دلوقتي اللي احنا عملنا دي ممكن تبقى منظم ممكن ممكن للفاكهة ممكن للخضار معاي في المطبخ يعني متعددة الاستخدامات ممكن لواحل حجم صغير على التسريحة للمكياج والكلام دي ممكن بقى حاجة طويلة تبقى مجلمة للاطفال على المكتب طيب دي يعني لو انا استخدتها في المطبخ زي محضرتك بتقولي بفيش مشكلة انها تتعرض للمية والحاجات دي لا تبقى بعيد شوية اه يعني انا مسلا اخسل الفاكهة وحطها فيها بالزبط مش اخسل جواها الفاكهة داخل قول لا 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 دي زي طبق تقديم فاكهة او حاجة زي كده وممكن هي الافضل بنشوفها اكتر بتتحط على رخامة الحمام بنحط فيها بقى الرفاية كل منتجات النخيل متعددة الاستخدامات مش باخد الشيء ان استخدم حاجة واحدة بس ويقدر يعني على طول كده إلا الشنطة طبعا دي الخروج اما كل الحاجات اللي انا بعملها مثلا او غير بيعملها لا يعني ممكن اوظفها زي ما انا عايزة تدريب البنات ان هما يتعلموا سهل ولا صعب يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس قدرات اه طبعا ففيه الناس بتستوع من اول يوم ففيه مثلا الناس بتستوع من يومين فبرضو سهل من الصعب يعني واللي بتبجى هاوية يعني بتستوع بسرعة طب محتاج يكون عندها ايه بالضبط من المقاومات علشان تعرف تشتغله لان اندي عايز ايه دين جامدة لان هو معتمد على الحبكة في الشد بتاع المنخوص منخوص مادة صعبة في التعامل معها يعني عايز ادين قوية يعني عايز شوية صبر وتكون هي عندها الرغبة ان هي عايزة تشتغل وعايزة تتعلم وعايزة تطلع منتج وعايزة يعني تتصرفوا كده يعني بتعمل لنا مسلا حاجة من الحاجات دي في وقتات دي يعني بالنسبة لي انا مسلا العرجون دي مسلا حياخد يومين الطبق العرجون الكبير ده بقى عرجون ده نحن بعايزين نقول الفرق بينهم ده عرجون دي ممكن تبقى صنية تقديم او ممكن اي شيء نحط فيها اي حاجة يعني انهية قوية كمان انهية نشفة مش مراخ رخ مسكة نفسها كويس جدا فدي تنفع صنية تقديم ممكن نحط فيها فاكهة ممكن نحط فيها حلويات ممكن نحط فيها حاجات كتيرة جدا لا شكلها جميل بس ده بقى من العرجون اه ده من العرجون بس انا سيبغى الخامة نفسها هي لا مش هو نفس اللون انا نفسكت عايزة اسألك هي لون الخامة ببقى لونها بيش كده اه هو اللي هو ده وانتي بقى بتلونيها طيب فكرة الطريقة تصنعها او انتي بصنعيها ازاي كلمين عنها يعني تميال ازاي يعني مثلا بتتعاملي مع العرجون الاول او ما يجيلك انتي بتصبغي بتصبغي ازاي في الاول لا بيجيني مثلا ان هو خامة او يعني خامة اللي هي العصيات طبعا فبنجيب سكين بتكون تلمى شوية واننا نعمل عملية التنسيل اه تنظيف وشراحها شراحة شراحة صغيرة 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 زي ما انا عايزاها ممكن يعني لو احباها للشغل ده بتبقى نعمة لو احبا اعملها اللي هو الحصيرة اللي هو عن نول اه برضو بيبقى لها تكسيمة برضو الوحديها اه انتي بتحددي السمك اللي انتش عايزة من الاول بالزبط اه بالزبط اما لو الحصيرة زي كده المجدودة عن نول بيبقى برضو لها منقاس معين يعني اعمل بيه ولو حبتي تلوينيها وتسبغيها بتعملها ازاي يعني بتكون طبعا انا خلاص جاهزتها ونسلتها اه اه جاهزتها ونسلتها بكون الصبغة بتاعتي جاهزة وكون طبعا فرشة والكلام دي عشان انتبهدلش الدنيا واحط الصبغة بعد ما تنشف وطبعا ودي لها شوية مية تانين عشان اللون الزيادة يطلع تمام انت بتعملي كل الحاجة دي بعدين بتجمعي وفي حزم وتعملي منهم الشكل انت عارف زي تمام الاواجورة بقى اللي جبك اعزين عريضة برضو شكلها جميل قوي دي اواجورة دي اه من الخوس برضو من الخوس والعرجون ممكن تعملي الحاجة داخل فيها خمتين يعني طلاتة اربعة اي حاجة زي من عايزة برضو شريط الزينا ده برضو اه ده جميل بقى دلقي عليها قوي اه يانا دخل فيها اه ده برضو خوس ده ضفيرة اه وده العرجون. الخامة بتاعته اللمبة دي. انت بتفكي بقى اللمبة قابلة. كلها. فيها دويل من جوه. اه كله جاهزة. على فكرة قدقيتها عرفتك انها تبقى جميلة قوي. وشكلها حلوة. لانه المجتمع كله ابتدى يروح للحاجات الطبيعية دي. الحاجات دي بقى تمودة جدا. بقى تمودة قوي وبتتبع بأسعار يعني. وهينا برضو عملت لها لفة برضو للخوس الملون. وقديت لها وش ورنيش عشان تبقى يعني بتلمى وكلام ده. ودي اللون بتاعتها اللون بتاعها الاساسي. ده اللون الاساسي بقى. ده اللون العرجون الاساسي. ده هو بيبقى لونه كده. واحنا ممكن نزبغه او نخليه زي ما هو. بالزبط. وانت بقى لما بالخيوط اللي انت بتشغيل بها. ربصة ان الفاتت. يعني لاحظت اكتر حاجة الادوات المنزلية. اه. والديكورات وحاجات بتاعت البيت. اه بالزبط. يعني ما بيبقاش مثلا الشنطة وحتاخد وقتها وكده. لا. حاجات منزلية. فخلاص بيجي دلوقت يسوق كله على ادوات المنزل والديكور والمكتب والفنادق وحاجات دي. كله بتشوف الصواني الخوصي اللي هي كتنازل موضة اوية كانت مكسرة الدنيا ثلاث مقسات كده. اه يفوق بعض. دول كان وجود.